بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج نحو البرلمان التي نسلط الضوء فيها على مغشحي تيار الأصلاح الوطني في المحافظات العراقية كاثا اليوم يسعدنا ويشرفنا أن نتواجد في محافظة البصرة الفيحاء عاصمة العراق الاقتصادية ونلتقي بأحد مرشحيها وهو السيد توفيق موحي الكعبي المرشح والنائب الحالي عن تيار الأصلاح الوطني وهو مرشح حاليا عن قائمة تحالف النصر التي تحمل رقم 158 وهو يرشح عن هذه القائمة بالتسلسل رقم 8 أهلا ومرحبا بك سيادة النائب الحالي والمرشح الحالي حياكم الله أهلا ومرحبا لكم ناورة البصرة أنت النور الله يخليك كل الهلاء حاجينا خلينا نتعرف عليك بشكل أقرب عرفناك نائبا في الوجنة الخدمية بالبرلمان وعرفناك رجل أعمال لكن خلي المشاهدين يتعرفون أكثر عن توفيق الكعبي المسيرة الخاصة به وأيضا متى بدأ العمل السياسي شكرا زيلا حقيقة بالبداية أنه أنا كنت ساكن أحد أقضية المحافظة في قضاء القرنة عام 1993 انتقلت إلى المركز متزوج ولدي أولادي اثنين مهندسين والثالث كذلك مهندس بالكلية والرابع في الرابع الأعدادي والخامس في مجال العمل الله يحفظه الله يخليك بكالوريوس عداب تاريخ وإن شاء الله في مرحلة الماجستير كذلك خلال هذه الفترة إن شاء الله لماذا الولدت تجهه على الهندس أو أنت بكالوريوس أنا أحب التاريخ لأن أنا شيخ عشيرة وهذا إلى علاقة عملي حقيقة أنا أحب أن أطلع على التاريخ وأعرف تاريخ العالم نعرف السلف كله تعرف كل العالم من خلال التاريخ والتاريخ بالحقيقة لا شيء بدون تاريخ لا رياضيات بدون تاريخ لا هندسة بدون تاريخ لا طب بدون تاريخ كل شيء هو أصلا يرجع للتاريخ من ليس لديه ماضي لا يمكن أن يملك الحاضر نعم لا يملك الحاضر جميل خلينا نبدي من شيخ الأشيرة نعم شيخ الأشيرة هذا الديوان اللي احنا هسا موجودين به أستقبل به دائما خاصة يعني بعد ما أجي من الأسبوع التشريعي في بغداد بالأسبوع الرقابي بعد الصلاة صلاة المغرب أكون في الديوان أستقبل الناس أسمع إلى شكاواهم مطالبهم لأنه صعب عليهم مرات يرحون إلى المكتب أو كذا فديوان مفتوح وأستقبلهم هي هم جلسة عشائرية وبنفس الوقت نستفاد من النقاش اللي غير روتيني فأكون يعني بزي العربي ويعني أمارس عملي بشكل طبيعي وتكون أقرب إلى الناس وأكون أقرب إلى الناس وبابنا مفتوح للعالم حتى نمارس عملنا اللي كنا نعمل به قبل البرلمان هذا جانب من جوانب الحياة الخاصة بتوفيق التكابل اللي هو جانب العشائر اللي ريد نحكي عليه أكثر لكن في محاور آخر أخرى من هذا البرنامج لكن دعنا نتعرف على الجوانب الأخرى بالنسبة للعملي أنا أعمل بالقطاع الخاص رجل أعمال من عام 1992 زاولت العمل ومارست عملي وكان لدينا أعمال مميزة ومن هذه الأعمال كذلك ما أخذ طريق مجنون المركزي وهذا الطريق حقيقة رغم الآليات الكثيرة اللي اتمر على هذا الطريق لشركة شل في يوم من الأيام أشاد بوزير النفط كان الدكتور شهرستاني حسين الشهرستاني فقالهم أريد هذه الشركات العراقية تشتغل نفس هذا الطريق واللي مشتغلتها شركة أجنبية حتى يتعلمون هيج يشتغلون نقول له لا لا هذه اشتغلتها شركة عراقية كانت باسمي شركة توفيق موحي فبعد ما رهت البرلمان تنازلت عن الشركة حولتها الأولادي وحتى اسم الشركة قلت لهم ما أريده ما يوقع توفيق حتى لا يقال عني وأبقى أنا أعمل للبرلمان والجوانب الأخرى اللي هي أبرزها نائب لدورة برلمانية أربع سنوات والله هذه الدورة البرلمانية اللي مارسنا العمل بها حقيقة كان طموحنا أنه نقدم أكثر من اللي قدمنا لكن لعدة أسباب يعني كان هناك تلك يعني في الدورة البرلمانية أنا كان عندي هدف أن أوصل إلى تحقيق قانون حبيت أن أشرعه في البرلمان وهو كان طموحي أنه الدولة تبحث عن شخص للوظيفة ما تحصل بحيث تجي للمواطن يقولوا إحنا نريدك تتعين ما يلقون من خلال موضوع بسيط وهو أنه اليوم المواطن يبحث عن الوظيفة لأجر التقاعد فأنا أوجدت بهذا القانون اللي هو اسمه قانون تقاعد القطاع الخاص أو الضمان الاجتماعي من خلال هذا القانون إذا فعلنا المواطن عندما يحصل تقاعد هو بالقطاع الخاص ما أعتقد راح يضايق الدولة بالمطالبة بوظيفة وهنانا عالجنا موضوع مهم الدولة اليوم فيها كم هائل من الموظف أربع مليون منظف المشكلة لا تستطيع الدولة أن توقف التوظيف لأنه الاستمرار بالدراسة مستمر والخريجين مستمرين حقيقة بالإنهاء دراساتهم والدولة في حيرة فما يعالج هذا الوضع إلا هذا القانون وأنا متأكد إذا ما أمر في هذه الدورة نحن كملناه من خلال لجنة العمل والشؤون الاجتماعية لأن كان رئيس اللجنة سيد صادق المحنة وهو مرشح معنا كذلك في هذه الدورة من خلال تواصل باعتباره هو معي في تيار الاصطاح الوطني وأعطيته كل هذه المعلومات وقدموها في قانون الآن في مجلس الوزراء لو يصل إلى قبة البرلمان يتم التصويت عليه أعتقد كثير من المواطنين اليوم ما يحتاجون الوظيفة ليش يتوظف إذا هو يعني يحصل على واتب تقاعد المواطن اليوم يبحث عن تقاعد وهذا باستطاعته أن يأخذ تقاعد وهو يعمل في القطاع الخاص إن كان في السيارة وممكنت أنت حضرتك كإعلامي تعمل في مؤسسة إعلامية نفسه هو يشمل كل يشمل أي شخص يعمل في أي مؤسسة في القطاع الخاص يدفع ضمان اجتماعي وهنا الدولة راح تستفاد من مبالغ الضمان الاجتماعي والمواطن حتى بيجوانب أخرى عديدة منها شراء خدمة يشتري خدمة ومنها ضمان اقتصائي ضمان صحي كثير من الأمور موجودة في هذا القانون الذي تم تقديمه كمقترح طيب وللبصرة ماذا قدمت البصرة حقيقة أمور كثيرة سعينا بها جادتين إلى البصرة أولا مشروع الماء لمعالجة الماء المالح بالقرض الياباني وإن شاء الله على وشك الانتهاء كذلك في البصرة اليوم كثير من المواطنين اللي حاولنا أن نزجهم في الشركات النفطية أو حصناهم على قسم من الوظائف لكن هذا حقيقة لا يكفي لأنه البصرة اليوم بحاجة إلى تشغيل كل شبابها باعتبار اليوم يختلفون عن باقي المحافظات ابن البصرة اليوم يشوفه بعينه يشوف النفط مشتعيل ويشوف الموانئ تعمل ويشوف بحاجة إلى كذا فإحنا إذا قصرنا في جانب معين طبعا بسبب عدم استطاعتنا على تنفيذ ما نتمنى نأمل إن شاء الله في الدورة المقبلة أن نحقق ونكمل المسيرة لتقديم أكثر أمور إلى محافظة البصرة كثير من الأمور بالمحافظة حقيقة سعينا جادين إلى إن شاء الله قانون تحويل المعلمين من المحافظة إلى التربية إقرار قانون شركة النفط الوطنية يعني هذا فقانون مهم أصلا كثير من الأمور يعني خلال هذه الفترة قدمناها إلى محافظة وكذلك البترو دولار الموازنة يعني يعني يكفي أنه لم تتأخر الموازنة لن يتأخر التصويت حتى في بداية أول جلسة يعني لا التصويت على رئيس الجمهورية ولا رئيس مجلس النواب ولا رئيس الوزراء لن يتأخر في هذه الدورة كانت تختلف عن باقة الدورات مختلفة بكل شيء هذه يعني كانت أفضل ونتمنى الدورة الرابعة أن تكون أفضل من الثالثة قبل ما نتكلم عن البصرة أكثر خلينا نتكلم عن تيار الأصلاح أنت اليوم رئيس الهيئة السياسية لتيار الأصلاح قبل ما تحدث عن رئيس الهيئة السياسية لتيار الأصلاح لماذا اخترت أن تكون مع تيار الأصلاح منذ بداية عملك السياسي وحتى اليوم أنت مرشح مع هذا التيار أنا لا أريد أن أقلل من شأن الكتل السياسية الأخرى لكن وجدت في الإصلاح فعلا إصلاحا لم أرى أي فساد في الإصلاح الوطني وهذا حقيقة لي الشرف فيه أن أنتمي إلى كتلة سياسية خالية من الفساد واليوم لدينا وزير خارجية اللي هو يمثل تيار الأصلاح الوطني حاول أن يحصل إلى العراق أكثر من 17 مقعد أممي هذا تايخ العراق ما حصل على هكذا مواقع من عام 1921 أعتقد لحد الآن لي الشرف أن يكون اللي يمثلني بتيار الأصلاح الوطني يوم من الأيام وقف بالجامعة العربية عندما أرادوا أن يضيفوا الحجد الشعبي إلى قائمة الإرهاب وقال من يتهم الحجد الشعبي بالإرهاب هم الإرهابيون كثير من الأمور المبالغ اللي حصل عليها الدكتور الدبلوماسية العراقية من خلال زيارات المكوكية للعالم حصلها للعراق غير نظرة العالم على أنه الحجد الشعبي يجب القضاء عليه بدأت الدول تتعاون مع الحجد الشعبي وتنصره كثير من هذه الأمور تجعلني أن أنشد إلى هذا التيار وأنتمي إلى حقيقة باعتبار اليوم اليوم نحن بحاجة إلى أنسان نزيه أن نعمل معه مثل ما قلت لك أنه أنا لا أريد أقلل من شيئا للآخرين لكن وجدت بالدكتور الجعفري هذه الصفة صفة الأمانة ومارسها معانا حتى من عملنا في الدورة النيابية الثارثة والله لن أسمع يوم من الأيام أن يطلب من عندنا أن نصوت على هذا القانون أو ذاك بالعكس إحنا لما طلبنا من عنده قلنا لأحنا نريد نأخذ رأيك بعض الأمور قال اتركوني أنتم والعراق ومحافظاتكم وتعرفون وتعلمون ما لا يخدمهم وصوتوا باللي يخدمهم ولا تصوتون باللي ما يخدم محافظاتكم لا تأثير على قراركم من قبل تيار الأصلاح متمثل بشخص الدكتور الجعفر لا تأثير على القرار الذي تتحدث أبدين وأقسم بذات الله ولا يوم من الأيام ولا مرة من المرات سمعت هذا من الدكتور الجعفري وعملك كرئيس اليوم للهيئة السياسية لتيار الأصلاح أكملت ما بناه أخواني اللي سبقوني بالهيئة السياسية وأكيد دائما العمل الأخير يكون واضح أكثر ولكن الفضل يرجع للأساس الأخواني اللي عملوا قبلي وإن شاء الله طورنا جزء من الهيئة السياسية وإذا الله سبحانه وتعالى وفقنا بالاستمرار وأبقيت بالهيئة السياسية أكيد سوف يكون لنا برنامج آخر لتطوير الهيئة السياسية في تيارنا الصاحب أن تكون رئيسا للهيئة السياسية وتكون من أبناء محافظة المصر ليس غريبا اليوم عن الأحزاب اللي معروفة وكلها دائما الرئيس الهيئة السياسية يكون متواجدا في بغداد أو من أبناء بغداد والله ما لما استعمل الدكتور الجحفري لن يفكر في هذه المسميات يريد من هو الأصلح ومن هو الأحسن ومن هو يقدم أكثر فهذه الصفة اضيف إلى صفات الدكتور الجحفري طلاب حقيقة قبل أن نتحدث عن البصرة وواقعها الخدمي الذي يسميها البعض بالمنكوب محافظة تصدر الذهب للآخرين وأنت قلتها تأكل الآقوب على مثلنا الشعبي لكن خذيني نذهب إلى الأفاصل وبعد نجلس جلسة عشائرية لنتحدث عن العشائر وعن البصرة ونكمل حوارنا في برنامج نحو البرلمان ابقوا لينا سيارة النام وأنتم وحبت المشاهدين ابقوا معنا لنتابع هذا الفاصل ثم نفسه مجدداً أرحب بكم أحبتي المشاهدين في حلقة برنامج نحو البرلمان التي يشارفنا ويسعدنا مرة أخرى أن نرحب فيها بالنائب والمرشح الحالي السيد توفيق موحي الكعبي أهلاً ومرحباً بك مجدداً سيارة أحياكم الله أهلاً ومرحباً بكم الله أخلي تحدثنا عن مسيرتك وعن عملك السياسي وعن مختلف المجالات التي دخلت بها دعنا نحكي الآن عن نرجح للقوانين التي قريتها ومنها قوانين الأراضي الزراعية أفراز الأراضي الزراعية أفراز الأراضي الزراعية والأدخل ضمن التصميم الأساسي لماذا لم يقر هذا القانون؟ هذا القانون حقيقة هو عالج شريحة كبيرة من المحتاجين إلى هذا القانون وهو قانون أفراز الأراضي الزراعية اللي داخل ضمن التصميم الأساسي واللي قطعت منها الحصة المائية قبل 15 سنة هذا القانون حقيقة يخدم أولا المحافظات والأقضية والنواحي التي تتوسع خارج إطار المنطقة المحصورة بأراضي زراعية قد ما تنتفي الحاجة من صفتها أنه زراعية باعتبار قطعة منها الحصة المائية ودخلت ضمن التصميم الأساسي للمنطقة تم تقسيمها بشكل منظم شوارع وخدمات ومناطق خضرات هنا هذه الأراضي اقترحنا أن تملك الدولة تأخذ حقها من هذه الشوارع والخدمات وغيرها والمواطن تتغير صفت الأرض مالته صفتها من زراعية إلى سكانية وهنا يقدر يحصل على سلفة ويحصل على خدمات لكن مع الأسف قسم من الأخواني اعترضوا عليه رغم أنه أنا حد آخر جلسة في قبة البرلمان بعد إقرار الموازنة جمعت أكثر من الثين وخمسين توقيع وقدمت للرئيس ولكن مع الأسف كذلك اعترضوا وبقى ينتظر الدورة الرابعة إن شاء الله لو صعدتم مرة أخرى إن شاء الله للبرلمان راح تحاولون أن تقروا أكيد إن شاء الله وهو وقانون العشوائيات أيضا العشوائيات كذلك ليست تملك كل العشوائيات ولكن إذا شخص ساكن في العشوائيات وهذه العشوائية اللي ساكن فيها أو المكان اللي ساكن به هو أصلا ملك البلدية وصنف الأرض اللي ساكن بها هي سكن ممكن أن يستأجرها لمدة عشرين سنة والمبالغ اللي يدفعها هذه بعد ما يصير تمليك تعتبر من ضمن مبلغ التمليك أو الشراء اللي يشتري به أو مقترح آخر إنه إذا عنده استعداد أن يدفع المبلغ ويأخذ هذه الأرض يتملكها كملك صرف وهذا القانون هم كمقترح ولكن لم يتم التصويت عليها جمع ذلك أيضا كل القوانين اليوم تتعرقل ولا يتم التصويت عليها هناك تفسير خاطئ مثلا الأراضي الزراعية إفراز الأراضي الزراعية أكو قسم الناس مستفادين من هذه الأراضي الزراعية وما يردون يعطون حصة إلى الدولة لما تأخذ شوارع وكذا وهذا القانون الآخر يفسروا على أنه راح يصير تجاوز على كل الأراضي يعني بالحقيقة هم غير فاهمين إلى هذه القوانين بينما هي قوانين تخدم المواطن حقيقة وتخدم الدولة وتعالج شريحة كبيرة من المواطنين اللي ما يملكون دور سكنهم خلينا نرجع نحط الحال في البصرة لكن من ضمن البصرة أنت الآن شيخ أشيرة اليوم هناك الكثير من العادات والتقاليد اللي شوهت سمعة البعض من شيخ الأشار كيف تتعاملون معها وما هي وجهة نظر النظر الموجودة لديكم اتجاها العشيرة حتى في الإسلام وأنذر عشيرتك الأقربين الله سبحانه وتعالى أوصل رسول محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في بداية الرسالة أن ينذر عشيرتك فالعشيرة هي سند للدولة إذا ما تم ممارسة عملها بشكل صحيح ولكن مع الأسف اليوم القوانين العشائرية بدأت تستفحل على الدولة ومن هذه العادات العشائرية مثلا إطلاق العيارات النارية وتأثيرها على الدولة وعلى المجتمع ويما راحت ضحايا من أجل إنه الأخ فرحان في مناسبة ويطلق أو حزنان في مناسبة أو أكو لعبة لقرة القدم ويبدي بالطاقة وقسم منهم حتى لما يجي من الحج هم يرمون أنت جاء من بيت الله وترمية أيضا نعم هذا جانب الجانب الآخر كثير من حوادث الدهس اليوم سببت مشاكل كثيرة بسبب الفصول وغيرها واليوم القانون العشائر بالشكل العام قد ما تضعف أو يضعف القانون تستفحل العشائر قد ما يقوى القانون تقل وكذلك سببها كذلك الدولة اليوم لو كان هناك أكو تأمين أعتقد كثير من المواطنين يجئون للتأمين يأخذ حقه أكو قانون يعاقب المعتدي اللي مثلا يقتل أو غيره بصرامة اليوم موجودة بإيران اللي يقتل يعدم فهذه الحالة توقفت نتمنى أنه تطبق بالعراق لكن البصرة سيادة النائب دائما إلى خصوصية بالمشاكل العشائرية هي الأكثر مشاكل العشائرية مجتمع البصرة مجتمع عشائري وهاي الحقيقة الحالة هي اللي سببت أنه هاي الأمور تستفحل في محافظة البصرة ونتمنى إن شاء الله خلال هذه الفترة إذ ما يكون قانون صارم وقوي أكيد رح يردع اللي يجاوزون على القانون ونتمنى من العشيرة أن تكون السند والظهير للدولة أكس ما تكون هي حالة إزعاج يعني بهم ممكن تنظيم العملية العشائرية هناك الكثير من شيوخنا الأجلاء المحترمون اللي دائما يحاولون أن يحافظون على هيبة المجتمع على تماسك ممكن ينظم مثلا بوثيقة بوثيقة الشراف بوثيقة التضامن والله كل شيء ما يعني يجد نفع أي شيء ما يجد نفع إذا ما كان هناك قانون صارم يعاقب المسيء وهنا حقيقة الدولة تقدر تنهي هذا الموضوع وإلا اليوم اللي عشرتها ضعيفة يكون ذليل أمام العشائر الكبيرة اللي يجاوزون عليها ولربما يتنازل عن حقها وفي هذا الديوان قبل ساعات حاولنا أنه نعالج مشكلة صار لها تقريبا خمس سنوات بين عشيرتين فاليوم العشائرية أعتقد إذا ما كان قانون صارم لن تتوقف لا في البصرة ولا غير البصرة إن شاء الله تتوفر القوانين اللازمة لكن دعنا نتحدث عن حال محافظة البصرة هذا الحال الذي يطلق عليه البعض من نكبة محافظة تصدر معظم واردات العراق النفطية تسهم في الميزانية بشكل كبير وأبنائها لازالوا يعانون من سوء الخدمات من الإهمال العطال البطال كثير من المشاكل البصرة لن تصدر النفط فقط وإنما صدرت الدم اليوم كثير من الشهداء هم من أبناء البصرة الانتفاضات بدأت من محافظة البصرة البصرة اليوم تصدر أكثر من ثلاث ملايين وتسعمائة ألف برميل من النفط وحقيقة لا يوجد هناك اهتمام بمحافظة البصرة أبناء البصرة حقيقة اليوم بطالة كثيرة فيها رغم أنه حقول النفط منتشرة لكن مع الأسف اليوم أبناء البصرة بدون عمل وبطالة منتشرة فهذا حقيقة يسبب حالة إزعاج للمواطن العراقي وهذا واحد من الأمور التي تنعكس على العشائرية بسبب البطالة تصير مشاكل كذلك الموانئ قبل عمال القطع اللي موجودين في محافظة البصرة أكثرهم من غير محافظة البصرة باعتبار ماكوا يعني عمال يكفون أنه للعمل كانوا عملون في هاي المنطقة اللي انت موجود بها يسمى ميناء المعقل ميناء المعقل يبعد عن بيتي هذي اللي احنا سم موجودين به تقريبا 200-300 متر هذه المنطقة كان يعني محطة القطار قريبة علينا لما تتمشى بالشارع تشوف العمال عمال القطع يتوسدون الشوارع ينتظرون السرى مالتهم يشتغلون من محافظات الناصرية والعمارة وغير محافظات والسماء وغيرها فنتمنى انه هاي العملية ترجع مرة ثانية وابناء البصرة ينعمون بهذا الخير خير الموانئ وخير النفط وخير طيب لم يبقى الا دقائق معدودة جدا ماذا توعدون الناخب البصري في حال ترشحكم وفوزكم ان شاء الله بدورة ثانية نسأل الله ان يوفقنا نكمل المشاريع اللي درحناها في البرلمان ونقدم شيء اخر لمحافظتنا محافظة البصرة ونتمنى ان نقنع الاخرين انه يعرفون قيمة البصرة واعتقد يعني كثير من النواب كانوا متعاطفين مع البصرة ولكن نريد نلمس هذا لمس اليد من اخواننا النواب من باقي المحافظات باعتبار البصرة اليوم هي تمثل كل العراق واي خلل بالبصرة هو ينعكس سلبا على الوضع في اقتصاد العرق النائب الحالي والمرشح الحالي سيد توفيق الكعب شكرا جزيلا على وقتك شكرا لكم والله انا اتشرف بمجئكم الى محافظة البصرة واهتمامكم محافظة البصرة شكرا جزيلا لك وانت والبصرة شرف لنا وتجعل عروسنا شكرا جزيلا سيدنا احبة المشاهدين وصلنا الى ختام هذه الحلقة من برنامج نحو البرلمان التي التقينا فيها بالسيد النائب توفيق الكعب والذي هو ايضا مرشح تيار الاصلاح ضمن تحالف النصر الذي يحمل الرقم 158 وتسلسل هذا النائب هو رقم 8 انتظرون في حلقات اخرى ومرشحين اخرين عن تيار الاصلاح ودنتم في امان له وحفظه الى اللقاء